السؤال الثاني بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعبتي يا شيخنا والله نفسيتي تعبت خالص أخوي ينبهدني وسوق سمهتي بالكلام عني بالظلم وبيقول إني أخدت بالتوكيل اللي والدي عمله لي فلوس بابا الله يرحمه ويعلم الله إني لم أأخذ قرشا ولم أستغل التوكيل أنا تعبتي من كتر الاتهامات وأنا مش عارفة ربنا حطيني ليه في البتلاء ده ولا ده عقاب قولي أتصرف إزاي الحقيقة أنا عشان أقدر أقولك أتصرف إزاي في الحكم الشرعي فيما يتعلق بالأموال دي ما ممكن والدك يكون كتب لك الحاجات دي بيعوشرة قبل الموت فيكون المال ده ملكك أنت ويكون أنت ما استخدمتوش التوكيل لكن لو أنك أنت مثلا استخدمت التوكيل بعد وفاته هيكون ده وقت بغير صحيح لأن التوكيل ده وقت انتهى بوفاة والدك فيبقى إحنا عندنا المسألة هو إيه المقصود بإن أنت استعملت التوكيل هل استعملت التوكيل قبل الوفاة ولا استعملت التوكيل بعد الوفاة فإذا استعملت التوكيل قبل الوفاة وهو كان موكلك فاستعملت التوكيل فيما أزين لك فيه والدك فما عليك الشيء لو استعملت التوكيل بعد الوفاة فده غير صحيح الكلام اللي قاله عليك أخوك ده إيه اللي حاصل؟ أنا شايف لو أنت بتسأليني أعمل إيه اجلسي معاه لأنه وفي الحقيقة في النهاية إنسان يمكن الكلام معه والحوار معه حوله هو إيه بيقول الكلام ده عنك ليه قد يكون قال الكلام ده عشان هو مش عارف الحقيقة طب وإيه الحل اجلسوا مع بعض أول حاجة لازم تعمليها مع أي حد عند الخلاف معاه هو أن انتوا تجلسوا مع بعض بلاش فكرة مش هينفع نقعد مع بعض أبدا لا هذه الطريقة في التفكير وهذه الطريقة في الأداء وهذه الطريقة في التعامل وهذه الطريقة في الحياة مش صح لما تكون مع خلاف مع حد تحاول تقعد معه أولا ما تسمعش الكلام عن حد ولا تخلي حد يقولك الكلام ده اجلس معه فأنت لو بتسأليني أعمل إيه أنت ببساطة خلص تروحي تتكلمي مع أخوكي دي أول حاجة طيب لو كانتش ينفع الكلام مع أخوكي خلي فيه وسيط ينقلك ووسيط أمين بيفهم لأن الكلام المتراشق به بيكون كلام مش صحيح فتسمعك الكلام منه وما تسبيش بقى فكرة أنه سوأ سمعيتي يعني أنا مثلا أنا ما وصلنيش الكلام اللي أخوكي قاله عليك يعني فكرة أن تكبير مسألة وأن أخوي بيواس سوأ سمعيتي وجقول الكلام ده كل الناس عارفة أن الناس بتتنازع وأكتر أن حاجات دي بيتنازع عليها الناس الأموال فأنا نصحت لكي لا لا تطلقي لنفسك العنان أنها تقول أنه هو سوأ سمعتك وضيع حياتك وأنه هو والعزب الله الشيطان الرجيم وأنه هو عدوك وأنه هو بدمر حياتك ما أنا بحبش الكلام ده أنا بحب أن الناس يعودوا ويقدروا الأشياء بقدرها فأنت حط الحاجات في إطارها وحاولي توزينيها بشكل صحيح عشان تكوني شخص معتدل لأن أنت لو عملت خلاف ذلك أنت هتشحيني نفسك شح مش هتقدر تخرجي منه وعليه وعليه أنت هتتصرفي تصرفات كلها انتقام فأنا مش شايف أن أنت تعملي ده يبقى أول حاجة تعودي مع أخيكي ما عرفتش تعودي مع أخيكي تشوفي وسيطي يا أخي اسم على الكلام منه بشكل منضمته وبعدين يعود معاه الأمر التاني تعرضه المسألة على خبير خبير قانوني أنت بتقولي لي والله العظيم أنا ما أخدتش ملأة والدي والدي هو اللي داني الملأة قبل وفاته هو إيه اللي حصل مش مصدق ناخد الكلام ونعرضه على الخبير ونتراضى إلى حكمه ونتراضى إلى حكمه يعني خلاص الخبير قال لا دي الفلوس دي تصرف فيها في حال الحياة لو أبوك إدالك الفلوس دي في حال الحياة دي مالك الخالص وما يقدرش ينزعك فيه فإذا هو تقولك في حال حياتك فلوسك وملكك وليس فيها أي شيء من الحرام يبقى أنا نصحتي تمشي بهذا التدرج ونتعبري لأخوك على أنك أنت الحقيقة المال دا وات لو كان وصل لك بطريقة صحيحة والدك تقولك أو استعملت التوجيط في حياة والدك فأنت لازم تفهمي أنه إيه هو عزيز عليك لكن أنت بتستعملي حقك وليس معنى أن أنت بتستعملي حقك أن أنت عايزة تأذيه أو عايزة تأخذ حقه أو عايزة تأخذ حقه الكلام الهادئ كلام العاقل الكلام المنضبط هو ده اللي ممكن يخلينا نحل مشاكلنا ونحافظ على ماذا؟ على صلة الأرحم خلي بالحضرتك شيء مهم جدا جدا ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل إذا قطعت رحمه بالكلام اللي هو قاله عليك هو قطع رحمه بالكلام اللي هو قاله عليك لو صح الكلام اللي قاله عليك مش كانت الناس اللي بتنقلك الكلام دا كذب هو إن قطع الرحمه فأنت عليك إن أنت توصليها لأن ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها فربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يصلح ما بينك وبين أخيك واجعلكم إن شاء الله في نور وبركة وفضل ونعم ترجمة نانسي قنقر